تأخر الزخم المطري والحالات الشتوية لشباط خمسينية الشتاء مسبوقة منشاط المرتفع الجوي السايبيري وحالات عدم الاستقرار الجوي هذه توقعات فصل الشتاء لعام 22-23 بعد هذا الفاصل قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري نظرة عامة على فصل الشتاء الحالي حيث يتميز هذا الفصل بكميات مطر أعلى بكثير من معدلاتها في مناطق البوادي في جنوب وشرق المملكة ونشاط كبير للمرتفع الجوي السايبيري الذي يؤدي إلى درجات حرارة منخفضة خاصة في مربعانية الشتاء وتوقعات باستمرار تأخر الزخم الموسم المطري والحالات الشتوية في المناطق الزراعية أي في شمال ووسط المملكة إلى خمسينية الشتاء ومؤشرات فرص تساقط الثلوج في هذا الموسم غير واضحة نبدأ توقعاتنا لهذا الشهر بشهر كانون الثاني يناير حيث يتوقع أن يتعمق المرتفع الجوي السايبيري نحو الشرق الأوسط بالإضافة إلى اتحاده في بعض الأوقات مع مرتفع جوي يسيطر على جنوب وجنوب غرب القارة الأوروبية يقترن كل ذلك مع نشاط واضح وغير معتاد لمنخفض البحر الأحمر هذا النظام الجوي يؤدي إلى تأثر بلاد الشام بما فيها الأردن بأنظمة جوية فرعية أسبوعية تعمل على حدوث حالات متكررة من عدم الاستقرار الجوي وفترات استقرار تفصل الحالات الفرعية تتميز بطقس بارد للغاية وكثرة تشكل الضباب والسقيع وهيمنة للمرتفع الجوي السايبيري والأمطار تكون أعلى من معدلاتها في مناطق البوادي في جنوب وشرق المملكة ونتيجة أن هذا التوزيع في الأنظمة الجوية يتوقع أن تكون الأمطار حول إلى أقل من معدلاتها أيضا تكون درجات الحرارة حول إلى أبرد من المعدلات فرص تشكل السيول تكون عالية وفرص الثلوج تكون منخفضة عموما مع عدل مرتفعات الجبلية العالية الموجودة في المناطق الجنوبية أما شهر شباط فبراير يتفعل المختصون في تقس العرب بتحسن الأنظمة الجوية تدريجيا وتصل المملكة وسائر بلاد الشام منخفضات وأنظمة جوية شتوية متكاملة تجلب معها درجات حرارة منخفضة وهطولات للأمطار من فترة إلى أخرى وبناء على ذلك يتوقع أن تكون الأمطار حول المعدل درجات الحرارة تكون حول إلى أبرد من معدلاتها فرص السيول تكون متوسطة وإحصائيا تتحسن فرص تعرض الجبال لتساقط الثلوج إلا أن هذه الإشارات غير واضحة بعكس السنوات الماضية وبمشيئة الله يستمر تحسن الأنظمة الجوية في نصف الكرة الأرضية الشمالي خلال شهر آذار بحيث تصل المنطقة المزيد من المنخفضات والأنظمة الشتوية التي تجلب معها الأمطار ودرجات الحرارة المنخفضة بشكل ملموس ويتوقع أن يجلب الشهر كميات أمطار حول إلى أعلى من المعدلات درجات الحرارة تكون أبرد من المعدل فرص السيول تكون متوسطة وفرص الثلوج منخفضة إلى متوسطات كانت هذه التنبؤات الجوية لمركز تقص العرب فيما يخص فصل الشتاء القادم نتمنى السلامة للجميع في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق تقص العرب تمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعام الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري